اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعل القرآن اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا خضايانا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جنة الفردوس مثوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا اللهم فاجمعنا معهم في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم هون عليهم حفظ القرآن والعمل به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخضايا ونتوب إليك اللهم جعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا من يول علينا شقيا ولا محروما اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا جري آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين يختطفون الناس اللهم عليك بالذين يختطفون الناس ويقتلونهم ويغتصبون نساءهم اللهم زلزل أركانهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جماعتهم اللهم أضعف قوتهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا جميع أعمالنا اللهم جعلنا في عتقائك في هذا الشهر المبارك اللهم جعلنا في عتقائك في هذا الشهر المبارك اللهم جعلنا في عتقائك في هذا الشهر المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كلنا وليا ونصيرا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم شف صاحب المركز من الأمراض اللهم شف صاحب المركز من الأمراض اللهم شفه من كل الأمراض اللهم ألبسه لباس الصحة والتقوى اللهم بارك له في جميع أموره اللهم بارك له في جميع أعماله اللهم بارك له في جميع وظائفه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم كله وليا ونصيرا اللهم أصلح له شأنه كله ولا تكله إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كله وبصفاتك العلا على أن تقبل منا دعاءنا وعباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله الرحمن اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الجليل المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع البديع والهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور مالك الملك ذو الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد